اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الاقتصاد ببساطة معكم احمد يعود حالة النهضة هنتكلم عن موضوع يهم الملايين من المواطنين والحقيقة طبعا كل الناس بتكلم دلوقتي عن الاستثمار فيه الشهادات البنكية والاستثمار في الدهب اي واحد من دول هو الاكثر ربحية خلال الفترة الحالية الحقيقة طبعا فيه عندنا فهم خاطئ للاستثمار في الشهادات البنكية او الاستثمار في الدهب انه لازم يكون معاك ارقام كبيرة عشان تقدر تشتري الحاجات دي ولكن في البداية البنك الاهل المصري وبنك مصري طرحوا شهادات بعائد 23.5% لمدة سنة و27% لمدة سنة دي العائد بتاعها بيكون 27% العائد سنوي يعني في نهاية المدة بتاخد العائد على الشهادة وفي 23.5% العائد بيبقى شهري سابت الاثناشر شهر طول مدة الشهادة وطبعا مع نهاية مدة الشهادة بترجع المبلغ المستثمر في حسابك البنكي اللي مرتبط بالشهادة البنكية دي الحقيقة خلينا نعرف ان الشهادات الادخار اللي هي البلاتينية اللي موجودة مدتها السنة وتقدر تشتريها من 1000 جنيه يعني بتبتدي قيمة الشهادة الوحدة من 1000 جنيه ومضاعفاتها بمعنى ايه؟ انا عايز اشتري شهادة واحدة يبقى هاشتري شهادة ب1000 جنيه وده متاحة جدا عن طريق الاونلاين ادخل على الموقع بتاع البنك الاهلي او عن طريق شبكة الفروع اكتر من 1500 فرع تابعة للبنك الاهلي وبنك مصر تقدر تشتري منهم الشهادة دي يعني 1000 جنيه لو انت معاك عايز تشتري خمس شهادات يبقى خمس تلاف جنيه اه دول سبتين العائد والعائد بتاحهم شهري لمدة 12 شهر موجودين في السنة والحد دلوقتي وانا بكلمكم اه لسه الشهادات مطروحة ممكن اي حد يقدر يشتريها اونلاين عن طريق الاونلاين ده بيبقى سبعة ايام في الاسبوع وعلى مدارة الاربعة وعشرين ساعة شغالة لو عايز اشتريها من شبكة الفروع الفروع بتبقى شغالة من الحد للخميس من تمانية ونص صباحا حتى الساعة تلاتة عصرا اه الحاجة التانية المهمة ان اه دلوقتي مثلا الالف جنيه لو احنا بنحسبها على الفايدة اه الخاصة بالشهادة ال 27% اللي هي مدتها سنة يعني في نهاية المدة لو انا اشتريت شهادة قيمتها الف جنيه هاخد في نهاية المدة 270 جنيه قيمة الفايدة على الشهادة دي يعني هتبقى في نهاية المدة 1270 جنيه الحاجة التانية المهمة الشهادة التلاتة وعشرين ونص في المية دي الفايدة بتاعة الالف جنيه اللي هي الشهادة قيمة الشهادة الوحدة ولانا اقدر اشتريها بمتاز سهولة تقدر تاخد قيمة الشهادة دي شهريا طبعا الفايدة دي بتتحط في حسابك وفي السنة هتعمل تقريبا 230 جنيه او بالزبط 235 جنيه في السنة والتالب ممكن اقسمهم على 12 شهر موجودين في السنة يبقى دلوقتي انا بتكلم على تقريبا في حدود 20 جنيه شهريا بناستقول ايه مبلغ العشرين جنيه شهريا ده وايه مبلغ المتين خمسة وتلاتين جنيه قيمة الفايدة على الالف جنيه ايه علشان تحافظ على قيمة فلوسك حتى لو مبلغ بسيط اللي هو قيمة الالف جنيه تقدر تشتري الشهادة دي وعلى الاقل القيمة بتزيد اه بشكل اه يعني قيمة فلوسك دي بتزيد على مدار السنة دي ودي من افضل انواع الاستثمار حاليا في البنوك المصرية نرجع بالموضوع الدهب الدهب قيمة دلوقتي الربع جرام دهب وده بيبقى عيار 24 وده بيبقى مغلف وموجود في محلات الساغة المختلفة على مستوى الجمهورية اقدر اشتري ربع جرام دهب وده وانا بكلمكم دلوقتي قيمته 1275 جنيه قيمة ربع جرام الدهب وقيمة جرام الدهب يعني السابيكة وزن جرام دهب دلوقتي بيه 4300 جنيه وتقدر برضه تشتريها ودي بتبقى مدموغة من مصلحة الدمغة والموازين وشركات كتيرة جدا ومحلات كتيرة جدا بتباعها وبالتالي اقدر استثمر في الدهب من سابيكة وزنها ربع جرام وبتبقى عيار 24 ومتاحة كمان ممكن اشتريها في اي وقت وبيبتدي سعرها دلوقتي وانا بكلمكم من 1275 جنيه للسابيكة الربع جرام ودي برضه متاحة في اي وقت اي حد ممكن يشتريها وكمان تقدر تشتري الجرام بقى سابيكة الجرام 4300 جنيه يعني وانا بكلمكم دلوقتي اي حد بيبتدي الاستثمار في الشهادات البنكية عشان يحافظ على قيمة فلوسه ومدخراته من 1000 جنيه ومضاعفاتها اللي عايز طبعا يشتري شهادة ب1000 جنيه لقيمة شهادة لوحدة ممكن يشتريها بمتاز سهولة حياخد عليها في السنة بالنسبة للشهادة 23.5% العائد بتاعها يبقى 235 جنيه في السنة يبقى قيمة 1000 جنيه دي زادت 235 جنيه في السنة وطبعا كلما مضاعفات الرقم ده بيزيد كلما المبلغ المستثمر والعائد بيزيد كان لنا نقول ان انت لو اشتريت 100 شهادة اللي عم قيمتهم 100000 جنيه يبقى هتاخد في السنة 23500 جنيه بتقسمهم على 12 شهر الموجودين في السنة بالضبط الرقم اللي هيطلع شهريا من شهادات قيمتها 100000 جنيه 1950 جنيه شهريا لمدة 12 شهر الموجودين في السنة يعني انا ابتدي الاستثمار في الشهادات البنكية والدهب من 1000 جنيه لو انا عايزة نوع يبقى بالضبط و انا بكلمكم 1275 جنيه ممكن اشتري شهادة قيمتها 1000 جنيه في البنك الاهلي او بنك مصر واقدر اشتري ربع جرام السبيكة الدهب ربع جرام عيارة 24 واللي تمانها دلوقتي 1275 جنيه خلينا اقولك حاجة كمان مهمة ان طول الوقت انت في الاوقات اللي زي دي لازم تعمل اعادة ترتيب للانفاق بتاعك بمعنى ايه؟ يعني الانفاق بتاعك الشهري انت داخلك من مرتب الشهر بتاعك من جهة العمل او من الشركة اللي انت شغال فيها تقدر تتدخر حتى ولو مبلغ بسيط يعني مش لازم آلاف الجنيهات لا احنا منتكلم حتى لو مرتبك 2000-3000 جنيه تقدر تتدخر ولو 100 جنيه ولو 200 جنيه وتنمي ثقافة الاضغار حتى عند الاطفال عندك في الاسرة ودي من الحاجات المهمة جدا والعالم كله بيعملها في التعاطي والتعامل مع الازمة المالية العالمية غير المسبوقة اللي بيمر بها الاتصاد العالمي كل الاسرة وكل المواطنين في كل دول العالم بيبتدوا يرشدوا استهلاكهم وبيبتدوا يصرفوا على الضروريات وبيبتدوا كمان يدوروا على النظمة التأصيد انو انا بكلمكم دلوقتي فيه تجار كتير وفيه بنوك كتير جدا عندها الكروض بتاعتها ومتعقدة مع شبك التجار في كل السلعة الاستهلاكية التلاجات والغسلات وكل الحاجات اللي احنا بنحتاجها في بيوتنا وبتبقى بالتأصيد في مدة تتروح ما بين 6 شهور واوقات بتوصل ل36 شهر يعني 3 سنين تقدر تأصد قيمة المنتج اللي انت بتشتريه بمنتهى السهولة على اقصاد شهرية متساوية من 6 شهور لحد 3 سنين واوقات كتير جدا بتكون من غير فائدة بس حتى لو بيتضاف مبلغ بسيط جدا اللي هو رسوم التأصيد على المنتجات اللي انت بتشتريها دي فانت كسبان سعر المنتج دلوقتي وبتأصطه على اقصاد شهرية متساوية لفترات زمنية اطوان وبالتالي انت بستفيد من سعر المنتج دلوقتي وشهريا انت بتدفع قصد شهري بسيط مقابل السلعة اللي انت اشتريتها بالسعر دلوقتي مع توقعات طبعا ان العالم كله في ارتفاع الاسعار موجود في العالم كله على مدار الثلاث سنين اللي فاتت وطبعا في توقعات الفترة اللي جاية في الاقتصاد العالمي برضو حالة عدم اليقين وبكرة مش عارفين في ايه في الاقتصاد العالمي وبالتالي في ادوات بيديك انت ممكن تعملها دلوقتي تقدر تنمي ثقافة الادخار وتدخل مبلغ بسيط حتى لو ميتين جنيه حتى لو ميت جنيه ومع الوقت بيزيد وحتلقي نفسك في بعد عشر شهور معك ألفين جنيه وتقدر تشتري اليوم الشهادتين اللي احنا بنتكلم اليوم اللي هي قيمة الشهادة ألف دنيا ومضاعفتها تقدر تشتري ربع جرام دهب عشان الناس اللي بتبقى فاهم عندها فاهم الخاطئ ان الاستثمار في الدهب ده لازم آلاف مؤلفة ولازم السباك دي أوزان كبيرة أوزان السباك الدهب بتبتدي من ربع جرام ونص جرام وجرام وفيه اتنين جرام ونص وفيه خمسة جرام وفيه عشرة جرام ودهب كلها متاح ان اي حد يقدر يشتريها وشركات كتير جدا بنتنتجها ومطروحة في محلات الساغة والجوهرجية اللي في مصر كلهم الحاجة الاخيرة اللي انا عايز اقول عليها بترتيب الاولويات انت دايما تشتري الضروريات يعني الحاجات اللي انت محتاجها فعلا احنا عندنا ثقافة غلط في التعامل مع شراء المنتجات ان اوقات بنشتري منتجات مش محتاجينها اوقات نشتري كزا منتج او كزا واحدة من نفس المنتج واحنا بنبقاش محتاجينه دلوقتي وبالتالي ده بيأثر على سعرها انت تقدر تعمل ايه؟ اشتري ان انت المتاح اللي انت تشتريه دلوقتي او الضروريات قيمة الضروريات دي مهمة جدا او عادة ترتيب الاولويات في شراء المنتجات والسلع في الظروف الاستثنائية اللي بيمر بقى الاقتصاد العالمي والحقيقة كل دول العالم بيلا استثناء حتى الدول المتقدمة الدول الاوروبية وامريكا فيها ازمة ارتفاع الاسعار دي مسامرة وبرضو التوترات الجيوسياسية اللي في العالم كله مؤثرها على كل انماط الاستهلاك وعلى اسعار السلع في العالم كله وبالتالي انت قدامك دلوقتي الحل ان انت تعيد ترتيب الاولويات تشتري المنتجات بالتقسيط تقدر طول الوقت تتعامل مع التجار اللي هم عندهم انظمة التقسيط المختلفة بدون فايدة او برسوم تقسيط بسيطة علشان تقدر تتعامل مع الفترة اللي جاية وبرضو المبالغ المستثمرة بتبقى بسيطة مع الوقت بنزين حلقات الاتصال ببساطة بتأتيكم عبر التلفزيون اليوم سابع وكان معاكم احمد يعقوب الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر